اشتركوا في القناة ونقلت القدس العربية عن الاذاعة التونسية قولها ان الجزائر وجهت برقيات الى القيادات الامنية في تونس وليبيا تطالبهم برفع درجة اليقظة والحذر وتجديد المراقباته على الحدود بعد ورود معلومات حول عمليات ارهابية محتملة لتضيف الصحيفة ان المعلومات التي تحوزها سلطات الجزائرية تفيد بان اكثر من 30 ارهابيا ينتمون الى كتيبة الموقعون بالدماء يخطط لتنفيذ اعتداءات على مصالح فرنسية وامريكية في المنطقة وقال مشاءات بيترولية وعلى مشاءات بيترولية في صحراء الجزائر وتونس وليبيا اما صحيفة الشرق الاوسط فقد نشرت خبرا قالت فيه ان نعناصر من تظيم دولة العراق والشام الاسلامية اغتيل اول امس عضو المجلس العسكري الاعلان للجيش السوري الحر كما الحمامية المعروف باسم ابو البصير الجبلوي بمنطقة في ريف اللاذقية وهو ما اعتبره مقاتلون وقياديون في المعارضة السورية بمثابة اعلان حرب وقالت الشرق الاوسط ان الناتق باسم هيئة اركان الجيش الحر العقيد قاسم سعد الدين اعرب عن خشيتهم ان تستدرج جبهة النصر كتائب المعارضة نحو فتنة لا تريدها لتضيف الصحيفة ان المسؤول عن اغتيال الحمامي هو ابو ايمن العراقي زعيم ما يسمى بتنظيم دولة الاسلام في العراق وبلاد الشام وهي دراع تنظيم القاعدة في العراق والسوريا صحيفة والحياة قالت في احد مقالتها ان الولايات المتحدة الامريكية وجهت امس دعوة للجيش المصري والسلطات الانتقالية في مصر تنادي فيها بالافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي الموقوف منذ عزله في الثالث من جوليا الماضي ونقلت الحياة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جينيفر باساكي قولها ان الولايات المتحدة الامريكية تؤيد دعوة سبق أن اطلقتها السلطات الالمانية تطالب فيها بليفراش عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وتعبر عللا عن هذا الطلب وفي الصحف الفرنسية قالت يومية لوموند ان ستة اشخاص على الاقل قد قتلوا مساء امس في حادث حراف قطار لنقل المسافرين بالعاصبة الفرنسية باريس فيما وصيب اكثر من ثلاثين شخصا اخرين بجروح وقالت لوموند في مقالها ان رئيس الحكومة الفرنسية جارمارو كايرو كشف ان من بين الجرحى ثمانية يوجدون في وضعية خطيرة للغاية لتضيف الصحيفة بالقول ان السلطات الفرنسية لم تعطي اي تفاصيل بشأن الحادث واسبابه لحين انتهاء من التحقيقات اما صحيفة لوفيغاو فقد نشرت خبرا قالت فيه ان طائرتين من طراز بوينغ دريم لاينر 787 قد تعرضت امس في غضور ساعات قليلة الى حادثين مفاصلين في مطار ببريطانيا واوضحت لوفيغاو في مقالها ان الحادث الاول كان عندما نشبت نيران على متن طائرة تابعة شركة الطيران الاثيوبية كانت على مدرج مطار هيترو في لندن لتضيف الصحيفة انه لحسن الحظ لم تكن الطائرة مأهولة بالمسافرين فيما وقع الحادث الثاني على متن طائرة في مطار بمونشستر وهو ما ينضاف لسلسلة الحوادث التي اصيب بها هذا النوع من الطائرات قبل نحو ثلاثة اشهر لتزيد من الشكوك بشأن سلامة هذا النوع الحديث من طائرات البوينغ ترجمة نانسي قنقر